اشتركوا في القناة مرحبا بكم في اولى رسائل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثامنة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين بداية نبارك لكم قدوم الشهر الفضيل رمضان المبارك والتي تحتفل به جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تحتفل فيه بالدورة الثامنة عشر ولم يبقى الا ايام قليلة ونبدأ فعاليات هذه المسابقة في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الدورة التي مرت عليها ثمانة عشر سنة طبعا هذا بوستر بوستر الجائزة لهذا العام لدورة ثمانة عشر تقام جميع الفعاليات في غرفة تجارة وصناعة دبي ست ايام لمحاضرات الرجال في الغرفة وتسعة ايام لمحاضرات النساء في جمعية النهضة النسائية بذبي ايضا هناك محاضرات للجاليات في حدود ثمان محاضرات بلغات الجاليات التي استقدم المحاضرين لها تبدأ جميع المحاضرات من الساعة العاشرة والنصف بعد صلاة التراويح بعد ذلك ستبدأ المسابقة الدولية وافق على الاشتراك في هذه المسابقة عدد سبع وثمانين متسابق عدد المسابقة تنقسم الى قسمين تحكيم المسابقة مسابقة تبدأ يعني تحكيم مبدئي للتأكد من كون المتسابقة الذي يحضر الى الدولة ويشارك في هذه المسابقة حافظ للقرآن الكريم وللتجويد حتى يتسنى له المشاركة في المسابقة النهائية أو انه غير حافظ فيكرم ويرجع الى بلده ايضا تم ترشيح المحكمين وتم تدقيق على الاسئلة من قبل وضع الاسئلة من قبل الجايزة والتدقيق عليها من قبل لجنة خاصة من علماء القراءات سيكون لدينا كالسنوات الماضية مركز اعلامي يقدم خدماته للاخوة الاعلاميين الحفل الختامي سيقام في ندوة الثقافة والعلوم ايضا نشير الى ان هذه لأول مرة محكم من الامارات يعتلي منصة التحكيم الدولية وهذا عن طريق جائزة دبي الدولية للقران الكريم وهذا نعتبره يعني من فوائد هذه الجائزة ومن حسنات هذه الجائزة انها سعت الى تكوين بعض المحكمين المواطنين الذين يشاركون في المسابقات مسابقة الشيخ هند مسابقة الحافظ المواطن مسابقة اجمل ترتيل ومن ثم مسابقة دولية للقران الكريم ايضا نشكر رعاة الجائزة الذين معنا طوال فترة اقامة هذه المسابقات منذ بدايتها الى الان والذين هون جزء من الشراكة المجتمعية لهذه الجائزة المباركة باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم اولا نهنئ قيادة دولة الامارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله راعي مؤسس هذه الجائزة المباركة بمناسبة شهر رمضان المبارك ونؤكد ان جائزة دبي دولية وقاءة كريم كما هي العادة فقد استعدت استعدادا جيدا لهذه الدورة الدورة الثامنة عشر الجائزة وان شاء الله تعالى سوف تجدون خلال فعاليات الجائزة التي تستمر حتى العشرين من رمضان الشيء الجديد والشيء المتميز ولعلم الاخوة المشاهدين والاخوات ايضا ان هناك قناة فضائية تنقل فعاليات الجائزة الى مختلف انحاء العالم علنى عن تردداتها ويستطيع اي انسان ان يسأل عنها وعن تردداتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابع للجائزة عندنا رسالة يومية سوف تبث على اكثر من 15 قناة فضائية الاخوة في لجنة او وحدة الاعلام جهزوا مركز اعلام متكامل فيه كافة احتياجات الاعلامي من الانترنت الواي فاي اجزة تصوير الفاكس الكمبيوترات وذلك خدمة للاعلام وخدمة للصحفين اتمنى ان شاء الله تعالى ان نوفق في ايضا احياء ليالي رمضان في دبي وايصال هذه الليالي الايمانية الى العالم كله من خلال متابعات موفقة وايمانية وروحانية ليحفظ كتاب الله من اكثر من 87 دولة وانتظر المزيد ان شاء الله في الايام القادمة يمكننا تصل المشاركة الى 90 دولة وجالية اسلامية في العالم تعتبر جائزة دبي الدولة والقناة الكريم من اميز الجوائز العالمية من خلال الجوائز المالية تقدمها من خلال عدد المشاركات من خلال ايضا التغطية الاعلامية بالتعاون مع مختلف اجهزة الاعلام في الدولة المرئية ونصموعة والمقروعة وعلى رأسها مؤسسة دبي للإعلام شكرا لكم واتمنى ان شاء الله تعالى لجميع صياما موفقا ومقبولا باذن الله سعادة المستشار ما هي استعداد ازة دبي الدولية القرآن الكريم في دورتها الثامنة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين بدأت الاستعدادات لهذه الدورة منذ فترة طويلة حيث قامت اللجان بإعداد خطة لتنظيم هذا العمل والاستعداد له منذ وقت مبكر لاننا نعلم ان هذه المسابقة تحتاج الى تضافر جهود وتحتاج الى برامج وتحتاج الى تضافر كثير من الاهتمامات حتى تظهر بالصورة التي تظهر عليها كل عام انتهينا والحمد لله رب العالمين من تنظيم جميع الفعاليات سواء كانت في محاضرات النساء أو محاضرات الرجال أو محاضرات الجاليات واستقبلنا ردود المتسابقين حيث بلغ عدد المتسابقين الذين سيشاركون في هذه المسابقة لهذه الدورة التي هي الدورة 18 في حدود 87 متسابق ايضا انتهينا من الاعداد للحفل الختامي والذي سيكون بندوة الثقافة والعلوم ونعمل من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان تظهر هذه المسابقة وهذه الفعاليات في هذا العام كمثيلاتها في الاعوام الماضية التي استقطبت كثير من الجمهور سواء كان في داخل الامارات او في خارج الامارات مشاهدين العزاء الى هنا نصل معكم الى ختام رسالتنا لهذا اليوم على امل ان نلقاكم في رسائل جديدة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن